موسيقى نظام الاسد يمطر دارية بالقنابل الحارقة والمعارضة المسلحة تنطلق من ثلاثة محاور لتحرير حلب أخبار الآن في قلب معارك الموصل وقوات البشمرقة تقطع طريقا استراتيجيا إلى المدينة بجهود الجيش اليمني وقوات التحالف العربي القاعدة تتقهقر في اليمن مساء الخير أهلا بكم مشاهدين إلى برنامجكم من ستديو الآن حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من ستديوهاتنا في دبي ولدينا أيضا في ستديو الآن نجوم أولمبياد ريو يستعينون بالحجامة لنيل الذهب ودبي تضع لمسات الأخيرة لافتتاح دار الأوبرا شنت طائرات الأسد الحربية وأخرى روسية اليوم غارات على أحياء مدينة حلب وريفها أسفرت عن قتل مدنيين اثنين كحصيرة أولية وفق ما أفادت شبكة سمارت برس وقضى مدني حتفه بغارات لطائرات النظام الحربية على حي البياضة الواقع في منطقة حلب القديمة كما قضى آخر بغارات روسية على حي جب القبة كثفت قوات الأسد قصفها على بلدة دارية في ريف دمشق الغربي مستخدمة أنواع أكثر فتكا من الأسلحة منها نابالم الحارق وصواريخ من نوع فيل فضلا عن البراميل المتفجرة وقال الناشطون أن البلدة قصفت صباح الاثنين بثمانية براميل متفجرة فيما شهد الليل الاستهداف بخمسة صواريخ من نوع فيل وثمانية براميل تحوين مادة نابالم الحارق الأمر الذي تسبب بحرائق كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم وقالت فرق الدفاع المدني أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف الذي تعرضت له دارية بالإضافة لإصابة العشرات معي عبر الهاتف من دارية فادي محمد متحدث باسم المجلس المحلي لمدينة دارية أهلا بك معنا فادي بداية هل من جديد فيما يتعلق بالضحايا هل نتحدث عن حصيلة جديدة وما وضع الجرحة فادي تسمعني ألو أسمعك فادي نحن على الهواء مباشرة أي جديد فيما يتعلق بالضحايا إن كان عن قتل أو الجرحة قامت قوات النظام باستهداف مدينة دارية بالنبال من الحارق وهو تطورات في دارية قوات البشمرقة الكردية سيطرت على طريق استراتيجي يربط بين مدينة الموصل في العراق وبلدة كوير جنوب المدينة وفق ما ذكرت مصادر إعلامية تبعد بلدة كوير حوالي 35 كم جنوبي الموصل في محافظة نينوة وهي المعقل الرئيس لتنظيم داعش في العراق وبدأت قوات البشمرقة الكردية صباح الأحد هجوما بريا بدعم من مقاتلات التحالف الدولي في محاولة لمحاصرة تنظيم داعش في الموصل في حين تتقدم القوات العراقية نحو تحرير الموصل أقدم تنظيم داعش على إعدام أكثر من ستة أشخاص خلال اليومين الماضيين شبان في معقله الرئيس بالموصل الشمالي العراق بعد أن اعتقلهم بتهم عدة بينها رفع العالم العراقي وكتابة عبارات مناوية للتنظيم والتخابر مع القوات الأمنية والبشمرقة صوت البرلمان العراقي على خمسة وزراء من أصل ستة قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بحزمة واحدة ضمن التعديل الوزري الجديد اليوم وصوت البرلمان على عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم حسن الجنابي للموارد المائية جبار العيب للنفط وكاظم فنجان للنقل وآن نافع للإعمار والإسكان أحرزت قوات عمليات البنيان المرصوص تقدما يوم الأحد في حي ساحلي بعد شن هجمات برية وبحرية وجوية ونجحت القوات في استعادة عدد من المواقع الرئيسة في سرط هذا الأسبوع بدعم من ضربات جوية أمريكية ضد داعش بدأت في أول آب غسطس الجاري وصارت أفراد داعش الآن محاصرة في مناطق سكنية في وسط مدينة سرط حذرت السلطات الليبية نظيرتها الإيطالية من وجود خلية مرتبطة بتنظيم داعش في ميلانو بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية الأحد وكشفت وثائق تمكنت القوات الليبية من الاستحواذ عليها بعد أن سيطرت على مقر كان يستخدمه التنظيم في مدينة سرط كشفت إذن وجود شبكة في ميلانو مرتبطة بداعش جاءت هذه التقارير مع تزايد المخاوف من أن المقاتلين الذين هربوا من مدينة سرط تمكنوا من عبور البحر المتوسط على متن قوارب المهاجرين مع تزايد القلق مما سمي بالذئاب المنفردة التي يمكن أن تنفذ هجمات على الأراضي الإيطالية أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن الدولة ماضية في تحرير العاصمة صنعاء وباقي المناطق من الميليشيات الإنقلابية مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت بالتحسن وقال بن دغر أن الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح تسببت في ازدياد معاناة المواطنين في الداخل والخارج من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة كما تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني أعلن التحالف العربي في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى بدءا من اليوم بعد تعليقها لحوالى أسبوع وبيّن التحالف أنه من أجل سلامة العاملين في المجال الإنساني يجب إشعار التحالف مقدما بتلك الرحلات وسيكون ذلك مشروطا بوضع العمليات العسكرية في حينه قالت الشرطة الهندية أن متشددين مسلحين هاجما مركزا للشرطة في الجزء الذي تحكمه الهند بإقليم كاشمير وذلك في الوقت الذي ألقى فيه رئيس الوزراء الهندي كلمته السنوية بمناسبة عيد الاستقلال ولم يستطع المسلحان السيطرة على مركز الشرطة في مدينة سريناغار ولكن ستة من احتياطي الشرطة أصيبوا في الهجوم أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولاية لويزيانا التي اجتحتها الفيضانات منطقة كوارث يوم الأحد حيث قتل ما لا يقول عن خمسة أشخاص وأنقذت فرق الإنقاذ أكثر من سبعة آلاف شخص تقطعت بهم السبول جراء سيول جارفة ومن المتوقع تعرضوا تلك المنطقة التي غمرتها المياه لمزيد من الأمطار بسبب عصفة ممتدة من ساحل الخليج إلى وادي أوهايو عنصر من الدفاع المدني في حلب عايشة ألم الحصار مرتين القصة الكاملة بعد الفصل أهلا بكم من جديد أعلنت الخارجية الروسية اليوم أن نائبة وزير الخارجية مخايل بوغدانوف سيعقد اجتماعات بممثلين للمعارضة السورية في الدوحة غدا الثلاثاء وفق ما أفادت وكالة رويترز من جهة أخرى قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على وشك تنفيذ عمل عسكري مشترك ضد المسلحين في حلب استأنفت فصائل سورية معارضة معاركها في حلب ضد النظام من ثلاثة محاور بدأتها من جمعية الزهراء غرب المدينة على أن تليها هجمات أخرى من محورين جنوبا وأعلنت فصائل من المعارضة المسلحة عن بدء التمهيد الناري على مواقع قوات النظام في الزهراء متبوعة بعربة مفخخة تستهدف المواقع الثلاث عن بعد وبدأ الهجوم على محورين منفصلين الأول من ريف حلب الجنوبي باتجاه قريتي السابقية والحويز والثاني من داخل الأحياء الشرقية الجنوبية باتجاه معمل الإسمنت في حي الشيخ سعيد وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت عزمها على طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بعد سيطرتها على معقلهم منبج في شمال سوريا وقالت في بيان بعد يومين من طرد آخر المتطرفين من منبج في محافظة حلب قالت إنها تعلن تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب الهادف لتحرير المدينة من مرتزقة داعش على غرار مجلس منبج العسكري الذي حرر منبج معي عبر أقمار صناعية من مدينة غازي عنتاب التركية المحلل استراتيجي والعسكري العقيد فايز الأسمر مساء الخير أهلا بك معنا سيد فايز إذن بداية فيما يتعلق بتأسيس المجلس العسكري لمدينة الباب ماذا تعلق على هذا الموضوع أهمية هذا الموضوع وكل هذا الحراك إن كان السياسي ولا على الصعيد الأمني وأمان المواطنين خاصة بعد إحراز تقدم في المناطق تماما مساء الخير يعني بالنسبة لتشكيل المجلس العسكري لثوار الباب هذا صنو للمجلس العسكري لتحرير منبج يعني للأسف هو سوريا موجود ولا يشكل المقاتلون العرب إلا نسبة ضئيلة من هذا يعني عما يصير هو سوريا فقط لتغطي على قوات البيضة التي هي أساس مشكلة من القوات الكردية بالنسبة الثمانين إلى تسعين بالمئة من أجل التغلغل في الأجزاء الشمالية لمدينة حلب يعني والهدف من ذلك معروف وصل كانتوناتهم من الجزيرة باتجاه مدينة عفرين والآن عبروا غرب الفرات باتجاه منبج وصولا وأعلنوا عن معاركهم المقبل لأنها ستكون باتجاه الباب ولكن هناك تحفظات جدا وخطوط حمراء تركية بالنسبة لهذا العمل وخاصة بعد التقارب الروسية التركية فيما يتعلق بهذا التقدم في حلب نتحدث عن معارك مستمرة نتحدث اليوم عن ثلاثة محاول لتحرير حلب ماذا يمكن أن نعرف تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع عن أهمية المحاول التي تنطلق منها المعارض المسلحة على الأرض علما بأنه أيضا جبهة الزهراء هي كانت التي قد بدأت أمس ضمن معركة حلب تماما من التكتيك العسكري أنه ملاحظ أن جيش الفتح والجماعات المسلحة المنضوية تحت رايته أنه عرف كيف يستفيد من المفاجأة عوامل المفاجأة فصعد من ثلاثة محاور بغية تشتيت النظام وعدم مقدرته على إعانة أي جبهة يعني من عجل عدم المناورة بقواته من جبهة إلى جبهة فصعدوا جبهة جمعية الزهراء من أجل الهجوم على مقر المخابرات الجوية فرع المخابرات الجوية ومدفعية الزهراء وأيضا صعدوا محور الوضيحي السباقيات وأيضا ضربوا ضربتهم المباشرة باتجاه معمل الإسمنت والذي سيطروا على جزء الجديد منه لأن المعمل الإسمنت ينقسم إلى قسمين المعمل الجديد وملحقاته المعمل القديم فإذا هم سيطروا على المعمل الجديد ولكن هناك ضغط جوي هائل على النظام لأنه المنفذ الوحيد للنظام وإغلاق يعني السيطرة على معمل الإسمنت توسيع مجال الخرق وتأمين ممر للمساعدات الإنسانية ولدخول المعونات وللمناورة لجماعات المسلحة ماذا يبقى لقوات الأسد وكل الميليشيات وحلفاء هذا النظام ما المتوقع وما يجب أن لا يغفل أو تغفل عنه المعارضة المسلحة على الأرض خاصة أن نتحدث اليوم أيضا عن إدلب بشمال سوريا نتحدث عن انتحاري طبعا تفجير انتحاري ونتحدث عن مقتل وإصابة العشرات هل ممكن أن يستخدم النظام في هذه الفترة بضمن المعارك خلال المعارك المشتدة في حلب جبهات أخرى مفاجئة ربما لا تتحضر لها المعارضة المسلحة أم ماذا ممكن جدا المشكلة الحرب خدعة أحيانا يناور النظام على جبهة معينة ويشغل الثوار أو العكس هو صحيح ويوجهون ضربة مباشرة أو اتجاه هجوم يكون مباشر باتجاه جبهة معينة يعني لاحظنا احنا جبهة جمعية الزهراء الآن يركز عليها الثوار لأهميتها لأنها في حال وصول الثوار والجماعات المسلحة واستيلاءهم على حي الزهراء يعني وصلوا إلى المحلق الجنوبي الذي يقطع الطريق ناريا باتجاه طريق الكاستيلو إذن يسيطرون على الطريق الكاستيلو ناريا في حال استيلاءهم على حي الزهراء وبذلك تنقطع كل خطوط الإمداد للنظام إذن معركة حي الزهراء هي تكون فاصلة والنظام لن يتخلى عن تلك المنطقة بسهولة لأنها تؤدي إلى قطع شرياناته كلها باتجاه مدينة حلب لأنه لاحظنا بالمعارك السابقة قطع إمداد النظام من منطقة الراموسة وأصبح إمداده بعيد جدا هو عن طريق الشيخ نجار وصولا إلى حندرات وصولا إلى طريق الكاستيلو فإذن حي الزهراء هو أقرب حي إلى طريق وهذا ما يعول عليه المعارضة المسلحة ما حظوظ عسكريا على الأرض من خلال كل تطورات اليومين الماضيين ما حظوظ المعارضة المسلحة أن تستعيد حي الزهراء وبالتالي أن تصل لطريق الكاستيلو ما سيقطع طريق الإمداد عن النظام تماما يعني لاحظنا في كل المعارك عدم مقدرة النظام على المواجهة البرية يعني حالما يتوجه الثوار أو الجماعات المسلحة بمفخخاتهم نرى انسحابات للنظام والميليشيات المساندة له باتجاه الخلف يعني يتركوا مواقعهم ويتراجعوا والنظام يعتمد على الهجمات الجوية والطيران الروزي يعني السيطرة والجهد الجوي الكبير يمنع الثوار فقط عن والجماعات المسلحة من متابعة تقدمهم باتجاه تلك الأماكن إذن في ظل غياب جزئي للجهد الجوي يستطيع الجماعات المسلحة الوصول إلى مبتغاهم في طريق الكاستيلون طيب بأي إطار اليوم مع كل هذا الحراك الميداني والتطورات على الأرض تضع التصريحات الروسية اليوم بأنه سيكون هناك عمل مشترك بينها وبين واشنطن لا أتصور هذا الأمر لأن الأهداف متخالفة يعني الروس يعتبرون كل من حمل السلاح هو من الجماعات الإرهابية ودخلوا على أساس مساندة النظام والأمريكان هم يصنفون فقط جبهة النصرة بكافة تسمياتها وداعش ضمن الجماعات الإرهابية أما ما يريده الروس هو قتال جيش الإسلام وأحرار الشام وجماعات أخرى كلها منضوية ضحت الجماعات المسلحة التي تساند الثوار فإذن أتصور أن الخطان لن يلتقيان وما هي إلا تصريحات بعيدة عن الواقع والدليل على هذا الموضوع لا يدرجة تربط في تناقض بالتصريحات الروسية وزير الدفاع كان قال أمس بأنه لا لغة مشتركة مع واشنطن في الملف السور تماما دائما يعني يصرح الروس ويخرج عليهم الأمريكان ويقولوا أن هذا غير صحيح يعني في الوجه دائما خلال 24 ساعة يرد عليهم الأمريكان ويقولوا أن لا تنسيق هناك بيننا وبين الروس وخاصة فيما يشمل الجماعات التي يصنفونها بالجماعات الارهابية وأيضا لاحظنا هناك أن يعني دايدا روسيا في أي تقارب مع أي إنسان ضمن الملفات لاحظنا حتى في التقارب الروسي طلبوا من الأتراك أن أعطاهم إحداثيات الجماعات المسلحة فإذن دايدا روس دائما ضرب كافة الجماعات التي تحارب حقيقة النظام بشار الأزل يعني هناك علامات استفهام كثيرة على هذا الحديث شكرا لك من غازي عينتاب سيد فايز الأسمر سيادة العقيد المحل الاستراتيجي والعسكري شكرا شحود حسين أحد أفراد الدفاع المدني السوري عانى الحصارة مرتين في حلب المرة الأولى كانت في مدينة عزاز بعد أن أطبق تنظيم داعش الحصارة عليها والثانية كانت بحصار قوات النظام الأحياء الشرقية لمدينة حلب بقطعها طريق الكاستلو والذي دام شهرا كاملا نتابع قصته كان واجب الإنساني أني أنا أدخل على مدينة حلب طبعاً مالي ندبيان يعني بالريف الشمال الحصار أو بمدينة حصار بس أنا هون حس حالي مرتاح أني أنا أقدشي عب أقدم شي أنا مع الناس الموجودة هون مع القصف أني هذا أنا طبيعة عملي وواجب الإنساني أنا شحود حسين مرتبع بإتفاع المدينة السوري في مدينة حلب واجهت مع حصار مدينة عزاز حصار في مدينة حلب كمان أنا كنت هون في مدينة حلب طلعت الزيارة على ريف الشمالي كأهلي موجودين هناك بفترة وجودي أنا بالريف الشمالي تحاصرت مدينة عزاز ضلت فترة طويلة هناك بفترة الحصار بالمعاناة بالمخيمات بعد فترات طلعت على حدود التركية ورجعت على طرف الريف الغربي ودخلت على حلب الحصار صراحة بالنسبة لمدينة حلب هون اسمه حصار يعني شو ما حاكينا اسمه حصار يعني هي منطقة سكنية يعني ما هي منطقة زراعية مثلا تختلف عن الريف الشمالي الريف الشمالي في أرضي زراعية له بوابة مع تركية هون مضع في مدينة حلب مثلا المواضيع الغزائية الأساسية مثلا بتنفقد البترول هو اللي بشغل مثلا مثل حركة الكهرباء حركة المي بالنسبة لي صراحة واجهت كتير صعوبات لتأمين المواضيع الغزائية إلي ولعائلتي يعني بس الحمد لله رب العالمين دبرنا أمورنا نحن كشباب مضطوعين بالدفاع المدني بحملة القصف الشديدة كان كتير قوية على حلب بعدين إيجتنا فترة الحصار على حلب بعدين إيجانا استشهاد الشباب من زملائنا بفترة الحصار يعني وصراحة هذا كتير كان ضغط كبير علينا وتعب بالنسبة إنه إنه معنا نحسن يعني عنا قدرة نكمل يعني الحمد لله بعد ما أفك الحصار شعوري صراحة كان فرحة كبيرة مثل مثل الناس الموجودين هون في حلب مثل عصفور حطه فقفص فتحت له باب يعني بحس بتعمل الحرية بحسن إنه مهم مقيد يعني كسر حصاري عن المدينة في حلب صراحة هو شيء كتير كبير فرحة كتير كبيرة إنه من ناس بيننا باقونا معكم مشاهدين لنتابع بعد فاصلا قصير السجادة الإيرانية عودوا للازدهار في الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عن طهران أحييكم من جديد شرعة تنظيم داعش في الموصل بحفر شقوق حول القرى جنوبي المدينة ونشر العديد من السيارات المفخخة على أطرافها بحسب ما أفادت مصادر خاصة لأخبار الآن من داخل المدينة المصادر ذاتها أوضحت لأخبار الآن دون كشف هويتها أوضحت خشية ملاحقتها من قبل مسلحي داعش وأوضحت أيضا أن أفراد التنظيم نشروا عددا من الجرفات في الشوارع لتخريبها قبل وصول القوات العراقية إلى أطراف الموصل وأضافت المصادر أن جرفات داعش حفرت شقوقا في الشوارع بطول ثلاثة أمتار وتم تمويهها بالتراب إلى جانب نشر سيارات مفخخة ووضع أسلاك وهمية اليوم بدأت صفحة أخرى من تحرير القرى السهلين والواقعة إلى الشرق من مدينة الموصل قوات البشمرقة بدأت بمحورين اليوم محور قرقشة وكذلك محور قرية أبزغ التي نحن الآن على مشارف هذه القرية التي تدور فيها حاليا معارك لتحريرها ساعة الخامسة صباحا بدأنا بالهجوم على الدواعش وحررنا قرية قرقشة وقرية قريطاء وقرية أبزغ وقرية حمراء وهذا مستمرين لتحرير القرى الباقية إلى جسر قوير الطريق الرئيسي بين الموصل وبين القوير كما تلاحظون المعارك لا زالت مستمرة في قرية قرقشة وكذلك قرية قريطاء المتاخمة لمركز قضاء الحمدانية الشرق الموصل هذه أعمدة دقان المتصاعدة من القريتين ولا زالت المعارك فيها مستمرة بانتظار تحريرها والسماح لنا بالدخول إليها أساسا يبدون بالانتحارين وعندهم بالعبوات أكثر شيء لهم أساسا ليس بالمعركة وعندهم قناصين يفتلون بما كان ومسوين أنفاق بهذا الأنفاق يطلعون كل ما يطلعون ما استطعنا من تحرير هذه المناطق ككل وقطع الشارع الرئيسي اللي يرتبط موصل بقوير رح نحاصر قضاء الحمدانية قضاء الحمدانية هي نقطة استراتيجية قريبة من مركز مدينة موصل هي يعني يعتبر قريبة جدا من موصل حوالي خمسة كيلومترات من يحصر قضاء الحمدانية أو بالأحرى نقدر نحرة راح يعتبر ضغط كبير على داعش بداخل مدينة موصل هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها نحن حاليا داخل قرية أبزغ التي تم تحريرها قبل ساعة من الآن تقريبا ولا زالت قوات البشمرقة تتقدم باتجاه الشارع الرئيسي الذي يربط محافظة نينوى بمحافظة كاركوغ لقطع امدادات داعش على تلك المناطق وكذلك محاصرة قضاء الحمدانية الذي يعتبر مركز سهل نينوى تمهيدا لتحريرها من الساتر الأمامي في قرية أبزغ لؤي أمين أخبار الآن الموصل يحدثنا من جبهة الموصل عبر الهاتف اللواء زاد الحوزي عضو قائد قوات العمليات في البشمرقة أهلا بك معنا سيادة اللواء إذن بعد قطع طريق المهم قرب الحمدانية اليوم نتحدث عن هذه المعارك معارك الحمدية بالتحديد التي تعد الحي الجنوبي في الموصل بداية أين وصلت هذه المعارك؟ طبعا بالبداية أشكر قناتكم لوجوثها في الجفة طبعا هذا العملية عملية استراتيجية من ناحية الزغرافية العسكرية وبالنسبة لأربيل منطقة كل شيء مهمة واستراتيجية طبعا خلال يومين الماضيين تم بقيادة السيد رئيسك لمكدستان سيد مفهود بارفاني بدأ يوم 14.15 بتحرير عشر قرى في خايل منطقة في شرق حمدانية يتكون من 150 كيلو متر مربع وتم انتهاء العملية اليوم في ساعة الثاني عشر ظهر فيما يتعلق بالتحركات التي يمارسها التنظيم المتشدد داعش اليوم نتحدث عن بالموصل طبعا بجنوبي الموصل يعني عن نفس الجبهة تقريبا الشقوق بالشوارع وتمويها بالتراب كتفخيخ فيما يتعلق بالسيارات المفخخة بوضع أسلاك وهمية كل هذا هل يوضع اليوم بإطار إذا ما تحدثنا عن داعش بإطار الأدلة على فشله هناك؟ بالتأكيد طبعا فشل الإرهابي داعش في هذه المنطقة وبكل عراق خصوصا بعد تحرير التكريد والأنبار والصلاح الدين والفلوجة تم انهيار كامل وفي هذه القرى حاليا ليس لديها إمكانية بشرية يستعمل السيارات الانتحارية وبعض أشخاص انتحارية ويفخخ كل القرى ما يهم هذا القرى السنية والشيعية وكردية وكذلك الدفاعا عن نفسها أتصور هذا السنة نهاية الدواعج لأنه انهيار كامل في هذه الفترة هل ممكن أن نعرف القليل عن الوضع الإنساني بظل كل هذه المعارك البشمرقة إذن أطبقت على المدينة شمالا وشرقا والجيش هو يتقدم في الجنوب ويحقق الإنجازات يتقدم من الجنوب كيف هو الوضع الإنساني في مخاوف اليوم بظل كل هذه التطورات الميدانية من نزوح نتحدث عن المليوني أو تقريبا المليون يعني ما أطلق عليه بالنزوح المليوني من الموصل تم تحضيرات من قبل حكومة إقليم كردستان لتأسيس بعض المجتمعات لتحضير عمليات تحرير الموصل والإفتعاب ملايين يعني مئات الآلاف الناس بعد نزوحهم خصوصا أريد أذكر اليوم خلال هذه العملية تم تحرير مئات الأشخاص من هذه القرى وتقديم الخدمات الإنسانية من ناحية الصحية ومن كل نواحي طبعا تحضيرات كاملة خلال هذه السنة لأي توقيت من يكون تحرير الموصل مكان للنازحين موجود بغض النظر من الوضع الإقصادي في إقليم كردستان والمنظمات الخيرية الدولية قاموا بتعاون لحكومة إقليم كردستان لتأسيس هذه المجتمعات لإستعاب النازحين نعم أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معي من الموصل عبر الهاتف سيادة اللواء أزاد الحوزي عضو قائد قوات العمليات من البشمرقة شكرا جزيلا لك أحبطت إدارة أمن عدن عملية تفجير سيارة مفخخة في حي المنصورة وألقت القبضة على الخلية المسؤولة عن العملية المكونة من ثلاثة أشخاص يترأسهم القيادي في تنظيم القاعدة الشهير بعبودي يأتي ذلك بينما تقوم قوات التحالف والجيش اليمني بعملية ضد القاعدة في اليمن تهت مؤخرا باستعادة زنجبار واجعار وعزن لم ينتهي سيناريو سيارة المفخخة هذه كما المعتاد في استهداف المسؤولين العسكريين والمدنيين في عدن لكنها كانت الدليل نحو القبض على أخطر قيادي القاعدة في المدينة وقد قبض عليه بالقرب من مصنع المشروبات الغازية في حي المنصورة قبيل تنفيذ عملية التفجير أما في إبيان فقد نشر الجيش اليمني قواته في مدينتي زنجبار واجعار بعد طرد مسلحي القاعدة منهما ليواصل الزحف شرقا نحو مدينة شقراء حيث تتمركز مجاميع من أنصار الشريعة التابعة للقاعدة سبق ذلك انسحاب أفراد تنظيم القاعدة من مدينة عزان في محافظة شبوى في جنوب اليمن بعد غارات نفذتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية وأوضح المصدر وسكان المنطقة أن أفراد التنظيم بدأوا عند منتصف ليل الاثنين الماضي بالانسحاب بمركباتهم وألياتهم العسكرية باتجاه مناطق تقع إلى الشمال من المدينة ويحظى التنظيم بانتشار كبير في شبوى لا سيما في مدن كالحوطة والصعيد فضلا عن بعض المناطق الجبلية وكانت القوات الحكومية تمكنت في إبريل نيسان الماضي بدعم من قوات التحالف من استعادة مدينة المكلة ومناطق أخرى في ساحل حضرموت بعد أن بقيت تحت احتلال تنظيم القاعدة لزهاء عام معي من إسطنبول الخبير اليمني في القاعدة والجماعات المتشددة نبيل ألبكيري مساء الخير أهلا بك معنا سيد نبيل قراءتك بداية وبتاريخ الجماعات المتشددة هذا عن بعد هذه الخسائر والطرد القاعدة من عدة مناطق مهمة تعتبر في اليمن ما المتوقع فيما يتعلق بأي ردات فعل انتقامية وكيف يجب أن تحصن نفسها القوات اليمنية الشرعية في كل هذه المناطق أولا حقيقة لا نستطيع أن نقول أن الذي حصل بلا انتقامية يعد انتصار نهائي على هذه الجماعات الإرهابية بالنظر إلى أن الذي حصل هو عبارة عن انسحاب والانسحاب دائما هو تكتيك تستخدم الجماعات الإرهابية لمعاودة الهجوم وإعادة سموضعها مرة أخرى وبالتالي ليس من المنطق أن أتحدث أن هناك شيء ممكن أن نتوقعه وأن لا يكون هناك ردة فعل بالتأكيد نحن أمام لأنه انسحاب تكتيكي كما قلت نعم لا شك هو انسحاب تكتيكي بكل ما دعلك الممعنى لكن بالمقابل يجب أن لا يظل رهاننا على التعاطي العسكري الأمني المجرد مع هذه الجماعات يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية شاملة هذه استراتيجية ترتكز على أبعاد مختلفة منها الأمني والعسكري والتنموي والاجتماعي والثقافي غير ذلك أنه أعتقادي أنه ستظل هذه الجماعات تمثل فخا أمام كل تحولات السياسة والمجتمع في الحال بعد هذا التقهقر للقاعدة في اليمن سيد نبيل إلى أي درجة حتى تقهقر على الأرض وتراجع عسكري واضح إلى أي درجة هناك أيضا تراجع في معنويات هذه الجماعة أو تراجع متوقع أيضا أكبر من ذي قبل خاصة مع كل ما يحدث بالإضافة إلى التقدم الميداني لقوات شرعية نتحدث اليوم عن فتح التحالف لمطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الإنسانية وهو مهم جدا تركيز قوات التحالف على الوضع الإنساني نتحدث عن قيام خادم الحرمين الشريفين بمكافأة كل المشاركين بإعادة الأمل وعاصفة الحزم كل هذا طبعا لو لا التقدم على جميع الصعود لا يحدث هذا كل هذا كيف يؤثر بالقاعدة هناك وأدائها لا شك أن كل المعطيات العسكرية والميدانية لا شك أنها لست في صالح هذه الجماعات لكن حقيقة نحن حينما نتعطى مع ملف هذه الجماعات على أساس أنها ممكن أن تنهزم من خلال انسحابها أو من خلال حروب هنا أو هناك حروب خاطفة وسريعة أنا بالاعتقد أننا لم ندرك حقيقة وخطورة هذه الجماعات هذه الجماعات بحاجة إلى استراتيجية كاملة تقوم في أولى أولويات هذه الاستراتيجية السعادة للدولة والنظام والقانون في اليمن نحن أمام فراغ أمني والسياسي كبير هذا الفراغ الأمني والسياسي هو الذي يساعد هذه الجماعات صحيح كان عرضا خصبة لها نعم طيب فيما يتعلق بالغارات التي تمت اليوم بالشمال مستشفى شمال اليمن وتحدثنا عن سقوط ضحايا تحدثت كل المصادر هل ممكن أن نعرف المزيد بداية إذا كانت هناك أي معلومات وماذا يعني استخدام هذه الاستراتيجية وهذا الاستهداف خاصة نتحدث عن مستشفى مكان إنساني جدا مع أنه ليست الأولى من نوعه فقدنا الاتصال على أي اتحال أنا أشكرك جزيلا سيد نبيل الليبكيري الخبير في اليمنى في القاعدة والجماعات المتشددة على هذه المشاركة معنا من اسطنبول في وقت تحاول فيه الإدارة الإيرانية البناء على ما أنجزته من خطوات في موضوع الاتفاق النووي عبر توطيد أواصر الثقة مع دول العالم تتصاعد حدة التصريحات المنتقدة للتدخل الإيراني السافر في المنطقة والذي يرى فيه مراقبون تهديدا حقيقيا لمنجزات الاتفاق النووي كاميرا أخبار الآن استطلعت أراء بعض المواطنين حول الخسارة الناتجة عن استمرار إيران بتدخلها بشؤون المنطقة وتأثير ذلك إذا ما عدلت إيران عن سياسة التدخل تلك لو أن المبالغ التي ينفقها المتطرفون في سوريا تنفق في إيران فلا شك أنها ستؤثر إيجابيا على الوضع المعيشي للشعب وبطالة الشباب فالبلد في وضع يحتاج معه إلى هذه النفقات على الصعيد الداخلي أما بالنسبة للبرنامج الشامل للمبادرة المشتركة والمبالغ التي يتم انفقها فهي تجعل العالم ينظر إلينا نظرة سلبية ولو أننا نتدخل بشكل أقل في سوريا فلا شك أن علاقاتنا مع العالم سوف تتحسن لقد أثبتنا في الانتخابات الأخيرة أنه لا مكان للمتطرفين في بلدنا ولا شيء سوى السلام والحوار يمكنه أن يوطد علاقاتنا مع سائر الدول وأنا متأكد أن هذا النوع من التطرف لن يؤدي إلا إلى سلب ثقة الدول الأخرى بنا مما يحرمنا من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي إذا قلل المتطرفون من تدخلهم وأنفقت المبالغ داخل إيران على الشعب الإيراني لأجل حل المشاكل الاقتصادية والبطالة المنتشرة بين الشباب فلا شك أن ذلك سيؤثر إيجابا ويوطد علاقاتنا مع الدول المجاورة مما سيؤدي إلى النمو والازدهار الاقتصادي لا شك في أن الدخول إلى الاقتصاد العالمي أفضل بكثير من التدخل في المنطقة لأنه عندما يكون الاقتصاد جيدا ومزدهرا فسوف ينعم الناس بحياة أفضل ورفاهية أكثر لا شك في أن تدخل إيران في دول المنطقة سيؤثر سلبا على الاتفاق النووي ويؤدي لخلق مشاكل الاقتصادية ويسبب التوتر في علاقاتنا مع دول المنطقة أعتقد لو قل تدخل إيران في دول المنطقة فسوف نحصل على نتائج أفضل لأن ما يحدث في المنطقة والدول المجاورة يجعلنا في حالة من التوتر ويفرض علينا الكثير من التحديات وتوجه أصابع الاتهام إلى إيران بينما نستطيع تغيير هذا الموقف السلبي من الأفضل أن نركز على الاتفاقات التي حدثت في المجال النووي والتي يمكنها أن تساعد في مجال دخول الاستثمارات الأجنبية إلى إيران وخلق الكثير من فرص العمل لتحسين الوضع المعيشي للشعب ولا شك أن لذلك تأثيرا إيجابيا على الشعب والحكومة والمنطقة وحتى على المستوى العالمي يعد السجاد الإيراني أهم وأعرق المنتجات الإيرانية التي ذاع سيطها في مشارق الأرض ومغاربها وبعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عادت من جديد صادرات إيران للارتفاع في لقاء حصري مع تلفزيون الآن أكد حميد كاركر رئيس مركز السجاد الإيراني أن احتفاظ السجاد الإيراني على مكانته العالمية يطيح المجال لجذب المستثمرين العرب من الأشياء الجيدة التي حدثت بعد تنفيذ البرنامج الشامل للمبادرة المشتركة إلغاء الوقوبات المفروضة على السجاد الإيراني بشكل صريح كانت صادراتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى الصفر كما كانت الصادرات قد تراجعت بشكل كبير إلى بعض الدول العربية والأوروبية والأسيوية بسبب المشاكل الناجمة عن العقوبات الاقتصادية العامة في إيران كانت صادرات السجاد الإيراني تصل إلى 500 مليون دولار في السنة خلال العقود الأخيرة ولكن نظرا لأسباب لا تتمثل في العقوبات لوحدها بل بمجموعة من العام التي تعتبر العقوبات عاملا منها فقد تراجع هذا الرقم إلى 300 مليون دولار في السنة وكانت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت الصفر ولم نصدر أي شيء إليها والحمد لله فإن هذه العملية قيد التغيير فقد قفزت الصادرات من الصفر إلى 30 مليون دولار في الفترة الأخيرة وبموجب الإحصاءات الصادرة عن الجمارك الإيرانية فقد تم تصدر أكثر من 82 مليون دولار ما يعادل 1400 طن من السجاد و هذا ما يشير إلى نموه نوعادل 40% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية من حيث الوزن والسعر با وجود افت صادرات ایران همچنین در بازار جهاني فرش دسباف رتبه 1 رو داره حل درصد افصایش رو نشون میتونه بازار جهاني این کشش رو داره که در واقع تا 1 مليار دولار هم صادرات فرش داشته باشیم نقطة اینجاست که الآن ويمكن للسوق العالمي ان يتحمل تصدير السجاد من ايران بما يعدل مليار دولار والملفت للنظر هنا ان هو رغم تراجع صادرات السجاد الايراني لكنه لا يزال يحتل المرتبة الاولى على مستوى العالم ورغم التراجع الذي شهدناه في المرحلة الماضية فان دولا من الهند وباكستان ونيبال وتركيا وافغانستان والتي تعتبر منافسة لنا في تصنيع السجاد اليدوي فهي لا تزال بعدنا في الترتيب العالمي لتجارة السجاد اليدوي طالما يتم تصدير نوع خاص من السجاد اليدوي الايراني الى الدول العربية وهو من اكبر السجاد مساحة على مستوى العالم مثل السجاد التي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع التي صدرت الى سلطانة عمان والسجاد التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع والتي صدرت الابضب اضافة الى انواع اخرى للقصور والمساجد والاماكن المعروفة في الدول العربية الخليجية وجميعها من السجاد الايراني واليدوي الذي لا يزال الاقبال عليه كبيرا حيث وصلتنا طلبية من دولة الجزائر لتصنيع سجادة بمساحة كبيرة حيث تنحصر صناعة سجاد اليدوي للمساحات الكبيرة بايران والدول العربية تقوم بشراء هذا النوع منه ان بعض الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية في السنوات الاخيرة اثرت على جزء من صادرات السجاد الايراني وادت الى تراجعها ونتمنى ان تتحسن الظروف السياسية في الدول العربية لكي نشهد ارتفاع مستوى الصادرات مجددا ورغبة السوق العالمية بالسجاد الايراني در واقع سرماية گزارية درين هوزه براي ايجاد مجتمعي که همه فراینت هالي توليد فرش دست بافترون بانجام برسه در واقع سرماية گزارية درين هوزه ان الاستثمار في مجال السجاد اليدوي من قبل المستثمرين العرب لاحداث مجمعين تجاري فيه جميع مراحل صناعة السجاد اليدوي يكون قدرا على استقبال الطلبية من الزبان الكبار على المستوى العالم هو من الامور التي انصح بها واوكد عليها بقوة ان اي استثمار خارجي في مجال صناعة السجاد اليدوي الايراني سوف يكون مريحا للغاية لان القيمة المضافة في مجال صناعة السجاد كبيرة جدا ارزش افزوده در توليد فرشد اصفاف بسيار بالاس فاصل قصير اخير ونتابع بعده فدوى سليمان لاخبار الان امل شخصية تعبر عن كل نساء اللائي تعرضنا للسجن والاعتقال احييكم من جديد احدث مايكل فيلبس الفارقة بوجوده مع الفريق الامريكي للسباحة بعد فوزه بالميدالية الذهبية الثالثة والعشرين له في مشواره الاليمبي وما ميز ظهور فيلبس هذه الدورة اثار العلاج بالحجامة التي ظهرت عليه وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان عددا من الفرق الاليمبيا المشاركة في الاليمبيادريو 2016 استعانت بطريقة الحجامة التي تصنف ضمن طرق الطب البديل التقرير التالي والتفاصيل في الوقت الذي واصل فيه السباح الامريكي مايكل فيلبس تحقيق ارقامه القياسية في اولمبيادريو قام بدعاية واسعة للحجامة الصينية فقد تحولت الدوائر البنفسجية على جسمه الى رموز غامضة وقامت بدورها وكالة رويترز باعداد برنامج خاص يشرح هذه الاثار الغامضة البرنامج ذكر بان الحجامة تمكن من ازالة الجراثيم وتعزيز الدورة الدموية وتخفيف الالم وبامكانها معالجة حتى العمى وفي الحقيقة لم يكن فيلبس الوحيد الذي مارس الحجامة خلال الدورة الاولمبية الحالية بل كذلك السباحة الامريكية ناتالي كوغلين والسباحة الاسترالية رايس وغيرها من السباحات اللواتي لفتن الانظارة بممارستهن الحجامة خلال هذه الدورة وتقول الدكتورة صهباء بندق اخصاء امراض المناعة والروماتيزم بهذا الصدد ان الحجامة لها فوائد وقائية تفوق اهميتها كوسيلة علاجية فاستخدام الحجامة خاصة مع نسح الدم يمكن ان يساعد في ازالة السموم من الجسم ويحفز عملية تدفق الدم النقي المحمل بالخلايا المناعية وخلايا الدم اللمفوية الحمراء المحملة بالاكسجين وبعد الشهرة الواسعة التي وجدتها الحجامة في اولمبياد ريو صعدت مبيعات ادوات الحجامة في السوق الدولية 20% خلال ثلاثة ايام فقط كما ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص ممارسة الحجامة بالنصف من المزمع ان تفتتح امارة دبي نهاية الشهر الجاري دار الاقراء التي تشكل رهانها على حجز مكان لها على الخريطة العالمية الثقافية والموسيقية وتطوير مجال لم ينل الاهتمام الكافي في مدينة عرفت نموا هائلا خلال عقود الماضية تفتتح امارة دبي نهاية هذا الشهر دار الاوبرا التي تسعى من خلالها الى حجز مكانها على الخريطة العالمية ثقافيا وموسيقيا وتطوير مجال لم ينل الاهتمام الكافي في مدينة عرفت نموا هائلا خلال العقود الماضية مبنى اوبرا دبي الذي يقع وسط الامارة كرب برج خليفة مستوحا من المراكب الشراعية الخشبية التي تشتهر في الخليج وخور دبي انه وقت مثير لنقول انظروا الى كل ما هو موجود في دبي انظروا الى كل الاسباب التي جعلتها مكانا رائعا لزيارته والعيش فيه الان سنجعلها افضل هذا جزء من امور كثيرة تحدث راهنا وستساعد على تحسين نوعية الحياة في المدينة ودار الاوبرا التي تفتتح في الحادي والثلاثين من اب اغسطس مع التنور الاسباني بلاسيدو دومينغو تتسع لزهاء الفي شخص وتوفر مكان عرض لانماط فنية مختلفة ويأمل المسؤولون عنها في ان تسهم بتطوير انتاج محلي من وجهة نظر خاصة كموسيقية وفنانة اظن ان المشروع رائع اذ يعبر عن اهتمام بالفنون ويخصص مكانا لها يمكن للناس ان يقصدوه ويشاهدوا ما يقدمه وهو ما قد جارونه في لندن او نيويورك والمدن الكبرى وتشهد دبي تنفيذ المزيد من المشاريع الترفيهية والفناضق لجذب اعداد اضافية من السياح تحدثت الفنانة السورية فدوى سليمان خلال لقاء خاص اجراه الزميل هاني الملاذي عن دورها في مسلسل امل الذي قامت فيه بدور البطولة عن العذاب النفسي خلال تجسيدها هذا الدور واختلاط الواقع بالتمثيل في معظم المشاهد خاصة تلك التي تتعرض فيها امل للتعذيب على ايدي السجنين خلال مجريات المسلسل امل شخصية من شخصيات المسلسل بمسلسل امل هي اللي قديت دورها انا بالعمل هي تعبير عن كل النساء اللي تعرضوا للسجن والاعتقال وتعرضوا لأساليب بحشية سواء بالتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي لاجبارا على قول حقائق ما عملوها او ما قاموا فيها لاجبارا للخروج على التلفزينات والاعتراب بأشياء معينة هي المرأة السورية كلها هي بتفرجيك ألم معاناة هاي المرأة بالسجون وقدر توقوتها على رفض الخضوع لما يطلبون رغم التعذيب الجسدي والنفسي اللي هي تتعرض له بالنهاية اكيد بتحمل امل بتحمل انه الايمان والصبر هن الكفيلين بانه يوصلون لبر الامان هن الكفيلين بانه نقدر نكسر ارادة الاخر يعني نوقف بارادة الاخر السيئة الارادة الاخرى اللي هي عم تمنعك حتى عم تسلبك حتى حقك بالحياة هنا يا حضرني السؤال وأنت تؤدين دور السجينة في دوش كيف كانت الحاسيسك يعني هل أضافت لك هذه التجربة أو الغوص في هذه التجربة شيئا ما داخلك عما هو مخزون لديك أساسا عن الثورة ومعاناة الثائرين كانت الدور كتير تير صعبة عن جد وما أساسا ما كان بنفصل عني إطلاقا ولا عن أي أنا بتخيل أي ممثلة سورية كانت رح تقدير رح يكون مرتبط شكل كبير بهاي الزاكرة بزاكرة أصدقائنا والناس اللي اللي ما منعرفها اللي هي تغيبت بسجون قضيتنا اللي عم تنزو في اليوم قدام عيوننا بكل بكل بشاعة كانت الدور طبعا أداء كتير تير صعبة بالنسبة لي كنت عم حس فعلا أني يعني بلحظة ملحظات قلت لون أنا ما بعرف يعني ما عدا عم نمثل نحنا صار الواقع مختلط بالشخصيات وبالأداء أنا ماني ماني عم مثل ما بعرف إذا عم مثل أكيد كنت عم مثل الألم والتعذيب ولكن جواتي ألم وعزبات ستوازي هاي الألم يعني أكيد ما أنا مثل الألم الجسدي ولا مثل التعذيب الجسدي ولكن قريبا منه عم نعيشه يوميا المقابلة كاملة مشاهدين مع الفنانة فدوى سليمان ستبث قريبا وننوه أيضا إلى أن الحلقة الثانية من مسلسل أمل تعرض اليوم التاسعة مساء بتوقيت سوريا والسعودية العاشرة بتوقيت الإمارات على تلفزيون الآن ودائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر يمكنكم أيضا متابعة بسينا المباشر في الموقع ذاتك شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة